اشتركوا في القناة اقدرني بس واعرف اجوزي هيقدارك وهيرزقك من الواسع ربنا خليك ليهم يا سمع يا رب طب ايه؟ يلا نطلع الناس ينواقف تاكس؟ تاكس؟ انت بشلسة بتقولي بالجاه زوختك تاكس مين؟ وقف لنا مشروع يا عم طب يا اهو اهو جيه يلا ياسطى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسماعيل تعالى خش يا هندسة الله 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 ايه الجمال ده ايه عجبك؟ لا اقول لسه المنظر ده لما تشوف الصبح حدوت هيعجبك اول ده ليه محسس ان احنا جينا صلاة نسوان يا عم انا عايزة تخيمت في اي حتة لما ارجح لكم الشغل تعرف اللي فيها الله الله يا هندسة ولا اللي يقول عليك متفائل بدل اتنين اللي انا ساكن معاهم دول وقارفيني في عشتي تعالى خش تعالى تعالى الصد السلام عليكم يا رجالة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته احب اعرفكو البشمهندس محمود عبد الناصر وبشمهندس دي ميشبه حكام اولا مجاملة لا ده بشمهندس بجد يعني ما عايش هادم كلت الهندسة بس الزمن جرع ليه طب هو ما وديتوش الهيلتون ليه بدل ما اتجيبوه هنا ما احنا ما لقلاش قضة فاضي ع البحر فيها عم ما تهدى علينا انا اقصد يعني الجرع عليه الزمن وشغله في وارشة فيها عم عاصم وراجل زي وزينا هنا هيدفع تمن السكنة طب يا سيدي ما قلناش حاجة بس المهم انه يعرف قوانين السكن هنا عشان ما يحصلش يعني خلاف زي ما حصل مع اخونا عبد الحميد الواحد مش نقص واجع دماغ بالله عليك اسماعيه اللي احنا بنيجي هنا عشان نستريح مش عشان نتخالي ده على اساس انك بتهدى النفوس كده مين الحاج رئيس الاتحاد المولاك ولا مين هو انا وجهتلك الكلام اصلا مستساتر يا رب الله في ايه عم عاصم انت ما تهدى يا عم علينا شوية تتكنة انت متصدق تشوف حد عشان تتخالي معاه ما قلنالك ميت مرة يا اخي ولو كنت فضلا غليز القلب اللي انفضوا من حولك طوانا يا اخي طبعي كده ملك ومالي لا 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 استنى يا شيخ عاصم بقى ده انت تستاهل بوسة ده انت خلتني اول مرة اشوف وشي من غير ما يتسهل ده لا كنت التالي اقلق عليك والله لا لا اهو رجع تاني غتت يا شيخ عاصم ولا اقول لك يا اسطا عاصم ولا انت ما بتتسماش أصلا اش مهمة نادين ياアصم المهم انك تعرف ان النور هنا بيطفي الساعة التسعة والنص بالليلة ليه واشنف مالجأ ايتام بقولك ايه بقولك ايه احنا ناس بنشأ وبنصحة تصلى الفجر كل يوم عشان كده لازم ننام بدري اما بقلي لايف الصاهر وعامل فرفوش برا الشقه وبعدين ما فيش هنا ولا انبس ريه واخواته ولا حتى اقول انا بصوت عاد بالنسبة للنسوان انت متهزر بقولك ايه ما تكادلش كتير لان الجدال منهي عنه اسمع اللي انت عايز تسمعه قادلك سمعتين والزقهم على اوددك بش كرتون واقعد بقى ارتكب في المعصية براحتك انما احنا بقى ما تكبرناش ان احنا نرتكبها معاك تعال تعال يا معمو انيسة نزلت ايه تعال تعال انفي ايه يا عمو ده ما تخشش معه في نقاش عاصم ده حرا سد وبقى انت شغل بالك بيه ايه انت هتيجي كل يوم هدود اصلا عن نوم على طول الله افرد اني مش عايز نامي يا اخي هنبقى نيطلع في الروف جاردن يا سيدي نلعب طاولة ودومان وكوتشينة كمان بس تلعبوا بصوت واط عشان نعرف ننام تفضل يا سيدي يا الله الغني فيه ستين قهوة حوالي المنطقة ايش عالترامو ايش عالبحر اجدع الكهرباء ببر مصر سنخير يا بأعمة تنازل عبد الرحيم؟ بمعليش ولا بلحسن نسيت اجيب سجايف انو هشرب السجار جوالهوم بقول لك ايه ماتحاولش كان غيرك اشطا انا مش هضرابه انا هولع فيه بس الله يجازيك يا حودة ده انت ربنا بعتك ليه نجدة من السماء بدل الاتنين الاتمين اللي انا قاعد معاهم بده انا قاعد في مستودع نجد يا راجل تعال بقى نطلع بقى في الروف جاردن نضرب سجارتين يا بستنى بس هابدى عبد الرحيمي جيب لها اسا جاي يا سيدي هو مش خارج مش خارج هو بيقعد كده بيقعد كده يعني ايه ده لابس الجلابية والعمة واللاسة ومسك عصايته ايوه يا سيدي ما هو بيجي من الشغل يقلع العفريتة ويلبس الجلابية واللاسة والامامة والعصاية وكأنه كبير الرحمية جيبلي شششت قطي صوتك يا حسن تخينا هو راخر ما تقلقش مش ده اللي يخوفك من عبد الرحيمي ما نقيه اللي يخوفك منه ما تستعجلش اتكى عالصبر ايه يا رب البيت اللي انا جيت فيه ده ايه يا عم البيت اللي انتوا قاعدين فيه ده منصيرك يا سيدي تتعود عليه انا بقول الدحكة ليس اتفوشك ليه اتاليك لا ساعت يا اسماعيل من القاعدة مع دول لا ما قلت ليش يا رأك في المكان شوف طالما الحمام فيه ميا يبقى كل حاجة عظم لا ميت ايه هو 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 ده ميا سخنة وميا باردة ودوش من اللي هو السماعة ده اللي بتحرك اه ده الحاج جابر مدلعنا على الاخر عندنا تلاجة وعندنا بابور من اللي بتحرك كل حتة في القوضة ده كده او اللهي طب ده احنا كان عندنا تلفزيون بودوكودر من اللي بيجيب الاوروبي بس منه لله بقى اللي ما تسماش يا بدل ما تدعيني اني ما تشيل عنك السيئات اللي كنت هتاخدها يعني بتشيل عني الضرائب اخويا الله يهديك يا عم عاصم بقولك يا حاج عاصم هو انت يا ما فكرتش تتجوز من فضلك حاج دي كلمة اللي بتقال على سبيل الدعابة كده تقوليها اللي من قد فريدة تتحكي فقط يا انهر اسود اتاري الوقت حسين طلعب ونحرف بالنسبالك توصو ده من الكلام ده نصدش حاجة يا اخويا نصدش حاجة انا نازل اجيب سجائر عشان اشربها برا حد عايز حاجة من تحت عايز حاجة من تحت يا عمى مرحوم ايه البيت ده ممكن احط الشنطة تحت السرير ولا لازم اتأكد انها هتحرى الاول يا رب البيت ده سلام عليكم ألبوم اليسى الجديد اللي ها اه و بعدين اه ولا قبلي الراجل تأثر تأثر جامد قوي بالزيارة ده هو صحيح عارف انه محلتيش حاجة عارف ان الرجل على قدي لكنه تأثر والله صحيح الاهل ملهومش غير بعض يا سلام ومن امتى الكلام ده من امتى شافع المتنيل على عينه ده بيتأثر ليه يعني هو حلوف اه قلبي يتأثر قال وده بيتأثر من أنهي ناحية ان شاء الله بيتأثر زي الناس كلها وانت يعني بتتأثري من أنهي ناحية من سمانة رجلي يلا يلا احكي وخلص حلوة سمانة رجلي دي ما هو زي ما بقولك كده الموضوع ما اخدش غير ساعتين خلصت وخدت بعضه ركبت وجيت وتحية اخبارها ايه اكيد كويسة ليه له انت ما شفتهاش من قلتلك احنا مخبين عليها عشان ما تعرفش النجوسة في ازمة اخص بجد اخص 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 على مين اخص عليك لعبد الناصر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم طب وليه بقى طولة اللسان دي بقى يا راجل بتكذب علي بعد العشرة دي كلها يا بو محمود طب ايه رأيك بقى ان تحية اتصلت وقالتلي انها شافتك وكات بتطمن اذا كنت وصلت ولا لسه تصلت بيت الغبية ملكش دعوة بامها الله يرحمها واذا كنت تقصدني انا انا مش غبية يا اخويا انا صحيح ست غالبانا وعلى قد حالي لكن مني لربنا وعشان كده ربنا بيجيب لي حق غايت عندي ياوليه هو انا حاكل حقك في حدة ارض انا بخب عنك شوية معلومات بس عشان خايف على صحتك ايوه ملكش دعوة يا اخويا بصحتي انت كل شوية تلككلي وتقول لي صحتك مالها صحت يا عبد الناصر مانا زي البنب قدامك اهو هو انت كل شوية تجذب علي وتخبي وتقرطصني وتقول لي صحتك انت ناس يا راجل ان انا بقالي سنين شايلة بيتك وعيالك وعمري ما اثرت في حقك الحق علي اني خايف عليك انت خدت الدوة النهاردة ملكش دعوة ماتخليليش احرف ماخدش الدوة تاني طب والله العظيم طب بس 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 يا ست حقك علي حقك علي هاتي راسك يا بوصحة ايوه عكده طب احنا يعني معجزناش قوي هاتي خدك يا بوصحة ايوه عكده ولا اقولك اديني بوصحة بطوع زمان ايوه اهو انت كده طول عمرك اول ما تتزنق تبتدي تقبع يعني بالزمة ده ما بيبسط كيش يا اخي اتنيل وانت جاي هل كان من السفر كده وشكلك عدم وانا طول النهار هل كانة في شغل البيت والولية الشغلة بنت المكلوبة ما عددش بتيجي من ساعة ما كبسوا علينا بتوعق من الدولة ايوه 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 ارجعي بقى للحجج كلها حجج قديمة ايوه شوف الراجل الكهين تغير الموضوع على طول قولي بقى ايه حكاية شافع جوز بنتك بالزبط قولي يا راجل ما تخافش ما تخليش الفر يلعب في عبي وما تقلقش علي انا واغده دا واتضغطه ومتزبطه لأي مصيبة انا كل الحكاية اني عايز اتطمن محمود ليه مشي من بورسعيد وعايز اعرف اذا كان شافع هيورت البت تحية في مصيبة ولا حاجة عارف يا عبدالنصر لو ما حكت ليش والله العظيم ما انت هكلمه موسيقى موسيقى الله 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 ايه ده واهلا ايه ده انا معدكش خاب بنات ولأيه ايه ياه زيبه انته كويس يا حبيبي انا تمام تكويس يا حبيبي انا تمام انته في ايه هو مش كان انتو كامل خافية اه انا عرفتوكم والله يحرقكم طيب ليه مو نفسوكو في شاقة امان هو الاجارة الكديدة عملولي ايه بس انت بتقول ايه ده خطيبي على فكرة لما هو خطيبك على فكرة موكينة شدت ليه عروسة ما دعالي سوكل زغراتي وفرق من عمارة ما تعال لي دخلت مدينة تباتي ليه دخلت مدينة ولا هتديك بوسة بس من بتوعي خلاص بقى امشي فاروق بسرعة ولا ولا فاروق اتأكدت لي ده فاروق شفت بتاقته مصر عائل السيس ده ما يديش فاروق ابدا فيه بير السلم فيه بير السلم وانا اللي كنت فاكر ان حكاة بير السلم دي متلت من التمانينات جاد كل بلد فيه بير السلم يا سادري قالك كان انا اسطح بير السلم موسيقى 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 ساعة 11 و ساعة 13 بس ما بيحوطش عبداً لوحدة مالكو مالكو هني بتاريت خاف منكو وحبيت في النور ساعة 9 ونص والتان بيعيط وهنايم والتاريت فشيخ لطب 24 ساعة ربنا عدي الأيام دي على خير في بيت الأشباح بتاعكم نعم اسمعين نعم عشان عندنا شغل الصب نعم اسمعين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر السري في سائر الأسماء والصفات بسم الله الرحمن الرحيم في ايه يا فاطمة بتعمل ايه انام انام انتا يا ناصر ما تقلقش مش وقت لامل غسيل في الساعة دي انت شايل المصلية في ايدك لأيه هصلي ركعتين منت عارف لما بيبقى قلبي مقبوض بحب بص للسامة كده وادع لربنا وانا في البلاكون لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله العظيم يا ست ادخلي صلي جوا وادع براحتك أنا خايف عليك تستهوي سبني براحتي أصلانا مقهورة على حال تحية ومحمود بعد اللي انت حك تقولي سبني براحتي الله لا يسيقك طب استني ايه خد حط الشال على كدفك تعيش يا اخو يا ربنا ما يحرمني منك لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يسطرها معاك يا ولادي ويوسع رزقك ويحميك ويكفيك شر ولاد الحرام ويهديك شر عيون المياس ويهديلك جوزك يا تحية ويرزقه بالحلال يا رب يا رب تسطرها معنا يا جميع تقول الله وأكبر نويته تحية ويوسع تحية ويوسع اشتركوا في القناة 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 يا راجل اشتركوا في القناة 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 الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر